صراحة بشير شنان ترى يعني كثير كلام عليه دايما وفنان هو اشتهر بعد ما مات الله يعني شرارا طلقت من التلفزيون السعودي حقيقة ما دل بش سالفة ضيوفي كل ما جمتاحت قاله بروح اطق يزعل بكيفه ولدي اذا زعل بروح اطقه عنده تقول تقولي قبل شوي بو فوزي ايه الشاهي شفيه شاهي بشير ايه الشاهي زين يعني محكور يعني ما احزبه جابنك هوا قال عجبين شاهي شاهي مر ممتاز يصلح اذكرني بشير حمد شنان الله يغفر له وياه انه احب الشاهي كده مخدر ذلك الأيام خدرون الشاهي اعتنون فيه طن نعناعي انت مولود عام 64 65 65 هجري ايه او 65 هجري ايه نفس نفس ميلاد بشير شنان صح والله ما ادري لا انا يبدو لي اكبر منه لا ايه بشير كان اصغر ولا الجيرانكم هم ايه كيف السكة الثانية حقت اهالي ذلك الام متين اعرف طبعا البيوت والحارات انه سكتها بفلان سكتها بفلان كده ايه ايه فهو عنا شوي كده يعني في المرقب عموما حنا كلنا ايه ايه المرقب اللي ما بين حلة الاحرار وحلة القسمان يعني اقرب ما لنا حلة القسمان تطلع من بيت بشير حمد شنان كده تطلع على حلة القسمان شارع النجاجير يسمونه كان اشهر الناس نجارين كانوا النقيدان تقريبا زملت بشير او تعرفت عليه ايه والد حارتنا وفي المدرسة يعني كيف يعني المدرسة الخالدية يعني كان مديرها الله يغفر له يرحمه سعد الدلقان سعد عبد الله الدلقان كان يقشق اللي يدعى المدرسية ويعشق النشاط المدرسي ويعشق انه انك تسترسم يعشق انك تلعب كورة تلعب كورة طائرة كده فكان اتذكر انو احنا نبغى مسجل عشان نسجل عليه انا شيء دي الصباح وبين الفسحتين وكده فاشترالنا هذي كريم لما جاب مسجل انها بلأس مسجل ابو مكره ريل كده استنسنا جدا وطربنا يعني فكنا نغني يعني في الصباح كده غني جميل او انا شيء نحفظ في البيت اللي انا شيء نحبها انا شقها انا وسعد خضر وبشير طبعا بشير بما انه يحب العزف على العود كده هو دي لحن وحنا غني انا وسعد خضر وسلطان البادي كان يكتب القصائد ويحفظ قصائد انتر بنشداد وكده دي كل فترة ضائعة جميلة كان عندنا مدرس اسم العوهة رحمة الله عليها هذا مدرس مدرس دين طنو حديث او كده كان يكتب لنا قصائد زجل نسويها للمسرح كان يوقف فيه شجعنا وكلام فبشير على سعد خضر على واحد يسمى محمد موسى الآن الآن امام مسجد ومؤذن يعني سميل للآن م شاء الله الحمد لله يعني يدعو الآن الى الخير يدعو الى الفضيلة إذا الله خير ولذلك طبعا ما بشير حتى لا راح البيت رحنا نطق الباب وتفتح لنا الله يرحمها ويغفر لها يغفر موتها انا وموتها المسلمين امه تفتح وهم بشير شوفها في الدوانية وانا شوفها في داب في المجلس وندخل ندرع معاتي يعني ممكن تغدى عندهم ممكن نقعد عندهم المهم نحن نطرب ونستانس ونلعب بس طيب في لذاعة المدرسية كان بشير يطلع في لذاعة المدرسية ينشد؟ يعدي بعض الاناشيات بس انه تراه اصغر مني انا وسعد صغير كيف شخصيته؟ بصراحة بشير شنان ترا يعني كثير كلام عليه دايما وفنان اشتهر بعد ما مات الله يعني صح ايه اول ما كان ولا كان فيها يبدو لي دي كلام يمكن حتى اذا عطامي ما بعد طلعت اذا عطامي لما طلعت يعني اشتهر ناس كتير من خلاله ايه وحتى هما كان يمكن يعرف تسجيل الاصطوانات اللي في البحرين وكذا بعدين بدأ يسجن اه في البحرين وتنتشر اسطواناته لكن اشتهرت عن طبعا شوف لانه ترك ارث فني يعني جميل صلى الله يغفر له ورحمه يتجاوز عنها وعنه ترك ارث رائع جدا حتى هندوه يشنان بشير الله يعني اتذكر اهدالي اغنية على شريط ريل كذا كان عندي مسحجر كبير لكني مع انه قلوه اروح وجاي مدري ورحمه قالت اغنية جميلة كنت اطرب لها يعني على العود تذكرها الاغنية؟ لا والله للأسف مين من اغنية المشهورة؟ لا لا ابو فوزي انا اخي عندي سؤال يعني من تعرفت عليك ايه اسمك علي محمد فوزي هذا وين جاك منه؟ ايه انا اسمي علي محمد ابراهيم الهوساوي منه؟ حلو اه فوزي اكبر ابنائي فوزي هذا مدرس في المدرسة للتربية الفنية اه فوزي انا دي كان ايه ماتب ابراه مثل ابوي في المدرسة لان حتى اسلوبه في التربية كان اسلوب تربوي عظيم جدا ما كان يطق كان يزعل عليك وكنا كل المدرسة حوالين الاستاذ فوزي وين الاستاذ فوزي؟ لانه رسام علمنا الرسم خطاط يحب التمثيل يحب نكتب سكتشات ونمثل على المسرح سوينا حنا وياه خشبة المسرح في المدرسة وصرنا نمثل عليه على خشبة المسرح وكانت ديك الفترة ايضا الاهازيج والاناشيد حق فلسطين فكنا نقلدها ونرسم الخلفيات حق المسرح على عقمشة طويلة وكبيرة وكده وننبسط طالحنا نشوف رسمنا رسمين دبابة ورسمين علم كبير وكده فتعلقت انا بالاستاذ فوزي إلى جانب طبعا اساتذة آخرين مصطفى شاكر الله يغفر الله سعيد نطاطي بدولي كان ايضا من الناس انه كانوا يترجمون او القصص المدرسية اللي في المحفوظات كان يترجمها ونسويها التمتدية فتعلقت انا بالفوزي اكثر لانه اولا مرن وراي نكتة الى الان ما شاء الله عليه ممكن عمره 85-90 انا طبعا ازوره يعني ما بين فترة وفترة وانا اعترف اني مقصر يعني بعد شهر شهرين افتكر الى استاذ فوزي يذكرني فيه واحد اسمه فيصل الشلهو من زملانه في المدرسة فيقول لي رحت الى استاذ فوزي اقول لا والله يلا امرني خلنا روح فلما ندق الجرس اتذكر من الكوميديا اللي عنده يقول مين اقول له انا علي ابراهيم اه يقول ابو فوزي ابويا يقول يفتح الفامة فكل ما انت اللي ابويا قال لها انت ابو فوزي وانا فوزي فمن حبيله سميت فوزي ابو فوزي نبي نرجع شوي بالذاكرة اعطني كيف كانت حركة المسرح انتو جيلك وقت مسرحية تحت الكراسي عويس التاسع عشر المهابيل يعني مسرحيات كثيرة قطار الحظ اعتقد كلها كانت في السبعينات في من ثلاثة وسبعين الى تسعة وسبعين هذيك الحركة كيف شايف غزارة الانتاج المسرحي كانت ترى انطلقت من الشرارة انطلقت من التلفزيون السعودي الحقيقة كان التلفزيون ذيك الفترة يسوي مسرحيات تلفزيونية يعني اخذها من المسرع العالمي يحولها الى مسرحيات ويمثلها في الاستوديو ويبثها فجاء نصيب مسرحية اسمها طبيب رغما عنه الموليير كاتب فرنسي غير طبيب بالمشعب اه هي هذي طبيب بالمشعب كنا نبغى نسويها للتلفزيون لانه سوينا ورشة عمل كان فيه بوفيز جنب التلفزيون في عماير الراجحية هذي اللي هنا كانت ما في عماير كان فيه ضن فلا وكان فيه بوفيز صغير نتجمع فيه حنا ساعة ثلاثة العصر ايه من كنتم من كنتم كلنا محمد الطويان محمد العلي وكان وآحمد الهديل وحمد الهديل اللي يجوا مبادري وسعاد خضر ومين يا ربي وأحمد الهديل قلت انا ومحمد العلي كنا نجمع كنا بنسويها نبغى نحولها طبيب رغما عنه واشترجمتها طبيب بالمشعب عشان تصير محلية ايه بما اننا نكتب كتبناها محليا انه هذا الولاد هلا يبوني ايش تقوله مش عارف ايه ويبوني طبيب فكان جابه لها طبيب عنيف يعني قوي فطبيب بالمشعب يعني بيقنعك انك تطيب ايه فجابه جابه حمد الهديل يجاوبه الله يغفر له عبد الرحمن المقرن ومجموعة يعني كنا عبد الرحمن الخطيب ومجموعة والله حتى الان ساهم اخاف حد الاسماء ويزعلون وين قدمتها فيها دمسرح اه وين نقدمها قلنا خلونا جال اقتراح انحنا نقدمها جماهيريا احسن من حكاية الاستوديو يعني حيكون جمهور صامت ولو بحر يصفق ولا يعني خليوها تسير علق قاعة مسرح وين اقرب لنا شيء قاعة المحاضرات اللي في المربع اللي عند برج مياه الرياض كان فيه قاعة محاضرات وابغى اقول حاجة لانه في نفسنا كلنا احنا فقدناها بسبب التوسعة اللي صارت شالوها من ضمن اللي خلوها من ضمن الحديقة فكان طبعا دي غلطة انه تنشال على الاقل تصير معلم للمسرح السعودي من هنا مبثقت حكاية المسرح السعودي الرياض في مسرحه وكذا كذا ايه كانت تابعة لوزارة المعارف فكنا ناخذ اذن ناخذينا اذن وسوينا بروفات نعناك وكذا وبدأنا عروضنا فيها بتذاكر بسيطة دعوات وتذاكر بسيطة كم كان سعر التذكير هذاك الوقت؟ يعني ما يتعدى خمسة وعشرين ريال بس خمسة وعشرين ريال بعد لها لكن جمهورنا كان لما احبو حبوب يحب يحضر المسرح فانطلقت شرارة المسرح من قاعة المحاضرات اللي في المربع فلما جدت جمعية الثقافة والثنون قدمنا اول مسرحية اسمها اخر المشوار على قاعة المحاضرات ومن هنا صارت الجامعة تاخذ انذن من قدر التعليم وتعرض عليها خمسة عشر ليلة عشرين ليلة وهكذا جاء بعد اخر المشوار جاءت مسرحية قطار الحق ضربت ضربتها الحلوة وعادت بالمسرح لانه كان كتب عنها نقاط كتير من ضمنهم دكتور عبدالله منها شكري عياد استاذ كورسي في الجامعة الناس كتير ابو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري كانت من اخراج السماع العالي وتعليف الاستاذ ابراهيم الحمدان اللي هو بدى معنا في طبيب المشهر فالجمعية ايضا عينه استاذ ابراهيم الحمدان رئيس لجنة المسرحية وانطلقنا يعني يلا جاءت مسرحية ثلاثة النكاد جاءت تحت الكراسي الكرمانية مسرحيات باللغة العربية سقوط الحساب العديد المهابيل العديد والعديد الى اخر شيء بدول عرضناه بقاعة المحاضرات عويس التاسع عشر من اخراج عمل حمد فوزي كيف مشاركتك في طاش ماطاش؟ كانت حلوة بعض الحلقات اللي انا اشتغلت فيها الحقيقة كانت جميلة تتفق انه طاش ماطاش كان مصنع للنجوم؟ كتير كتير طبعا كنا ما نفقد الفنان كنا ما نفقد الفنانين وقت طاش ماطاش ايه كتير يعني كان بشير الليم كتير برص في طاش ماطاش يوسف الجراح واجد اشتغل في طاش ماطاش عبدالله سناني من كمان الله يرحم فهد الحيان بطه هزارة ايش كانت في طاش ماطاش طبعا ناصر و عبدالله يعني هم ايقونتين جميلتين يعني الحقيقة وللأسف انهم تفرقوا بسبب ناس يعني دخلوا بينهم لكن عبدالله و ناصر كانوا ايقونتين دوتوا على ما يقولون عليها دوتوا جميل جدا واحد مكمل للاخر طاش ماطاش مسلسل لطيف كان ينوع لك القضايا وجاء في فترة بينك وبينك فترة كانت الناس تبي تضحاك تبي تنفس ما كان في قنوات ديك الفترة وكذا وكانوا الشباب حلوين يعني دمه خفيف ولا زالوا طبعا لكن الدراما السعودية في لها شغلها في أعمال أخرى كانت قوية قدمت في ديك الفترة كان محمد حمزة من جدة كان يقدم دراما جميلة كان فيه شباب إبراهيم جبر من المنطقة الشرهية قدم هذا عمل مثلا خزنه وكثير من الأعمال يعني فحتى في الوسطى كان فيه أبو مسامح كان يقدم أعمال سعد خضر كان يقدم أعمال سعد خضر له أعمال خالد أبو فوزي الحين الوقت الحالي نعم كيف شايف الدراما السعودية فيه عمل مميز أنا والله قاعد أنا الليلة فات نظري ماهجد مطرب فوز الليلة فات نظري وش اسمه من المنطقة الشرقية ذا المعاذيب كذا قبل كم ليلة نكاة عدا نول مؤلفة حين أنسى الاسم الليلة شايفة شد الليلة عموما فيها عبد المحسن النمر وفيه برامي الحساوي وفيه عمل تراثي وقرية وسوق ومحلات وكذا المعاذيب وكذا المعاذيب المعاذيب شايفه أفضل موجود الحين أنا قاعد أتفرجع أنا شدني لأنه يشفهني أوكي يعني تحس لك هذه الحارة وهذا السوق وهذا الصراع اللي يدور في الحارة ببراءة وبجماليات وكذا شايف خيوط المعاذيب كويس حمد لله خيوط المعاذيب حسن حسن عموما تقريبا هذا اللي يشدني فيه عمل آخر فيه إبراهيم الحجاج وفيه إبراهيم خير الله ضريف فيه كومنديا وكذا بس يبدو لي أنه أنه فيه هذا من وجهة نظري يمكن هل غلطات ارتجال في الحوار يعني سحس أنه بعض المثلين يرتج الحوار يعني ما ما فيه نص لا يزعلون براهيم خير الله نم درسه لا يزعل ارجع طق لا يزعل دائما نقول أنت ومعاهم حبيبي كمان الدوخي فيصل معاهم شفت اليوم في شخصية جميلة بس إنه عاد ترى كثير يعني الارتجال لكن هي لغة العصري بتولي التغيير ماجد مطرب فواز طبعا ولدي هاي أنا عدم تربي نحن جيران فترة ماجد وصغر ماجد جيران محتر أنت صديق الوالد جدا الوالد أخر يعني أنا أتهبره أخوي اللي ما ولدته أمي يعني صاحب وقفات وصاحب وقفة عظيمة ورجولية مطرب فواز ماجد حلو بس ليه ملاحظات عليه ملاحظة أنا بس ملاحظة ما أدري لما أنت قاعد في المجلس أنت أو في الصالة أنت وزوجتك طاق العقال وطاق التشخيص إليه ممكن كاركتر ليه ما تكون طبيعي ممكن كاركتر هو يعني لا عند كاركتر في المجلس عند الرجاجيل وعند الحليم يمكن هو كاركتر لا ما كاركتر وش كاركتر وخلاص نعرف يبي يستمر بهالشكل هذا بهالسطاق لا لا بس تحسسني أنك قالب يزعل بكيفه ولدي إذا زعل بروح وطقه عنده أنت أبو فوزي ما أحد زعلان منك أنا دائما حتى انتقادك دائما هادف ولطيف حتى في الانتقاد ما أنت بتنتقد بحده أنا ودي إنه قاعد مع زوجتها لطيف في الجميلة لأنه يتغزل الممتازة اللي يتمثل معه خلك تجادس في الصالة وقاعد هدا ولدك جنبك واللي قاعد على السفرطاق قاعد والغترة والتشخيص وين استعجل تاكل وين طاير أبو فوزي الحديث معك لا يومل شكرا جزيلا لوجودك أتمنى أنه ما هن بتقال وراح الوقت جميل واستفدنا يعني أتمنى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر